سلام الشعب الأزوادي إلى إخوانهم الشعب الجزائري الشقيق أيها الشعب الجزائري في كل أنحاء الجزائر نحن إخوانكم وأشقائكم شعب أزواد نشكركم على التعاطف الكبير معنا بعد الرسالة التي أرسلناها عن طريق المناظر للحر الشهم محمد العربي زيتوت والتي وصل صداها إلى العالم كله وإلى جميع الشعب الجزائري في الداخل وفي الخارج ونؤكد لكم محبتنا للجزائري والشعب الجزائري الكريم المعروف بمواقفه وبطولاته وشجاعته في نصرة المظلومين في كل مكان والدفاع عنهم ودعم حركات التحرر ومساعدة الشعوب المستضعفة في نيل حريتها لأن الجزائر هي وطن الحرية والمقاومة بالنسبة لنا ونتطلع إلى دعم الشعب والدولة والنظام في الجزائر لنيل استقلالنا لأن أزواد هي خط الدفاع الأول للجزائر في جنود الصحراء وقوة الشعب الأزوادي تصب في مصلحة الجزائر وقوتها ولا يمكن أن يكون أزواد في يوم من الأيام خطر على الجزائر وشعبها والجزائر بالنسبة لنا وطننا الثاني وأختنا الكبرى وارتباطنا بها ارتباط وثيق وارتباطنا بها ارتباط وثيق جدا منذ الثورة الجزائرية إلى غاية الآن وقدمنا كل ما لدينا وما نستطيع تقديمه للثوار الجزائريين أثناء وجودهم في أزواد أثناء وجودهم في أزواد إلى غاية دخولهم من الأراضي الجزائرية وساهم الشعب الأزوادي في تحرير وطننا الثاني الجزائري من احتلال الغاشر وهذا لأننا شعب واحد ونؤمن بأن مصيرنا مشترك ولهذا على الشعب الجزائري أن يساعدنا ويضغط على النظام الجزائري لمساعدة الشعب الأزوادي في استرجاع حقوقه مثل ما ساعدنا نحن الشعب الجزائري آنذاك وأن يكف عن مساعدة أعداءنا هذه الخطورة وأن يكف عن مساعدة أعداءنا ويتخذ موقف قوي ضد الجيش المالي ومرتزقة فاغنر الإرهابيين الذين يقومون بجرائم ضد الشعب الأزوادي وعلى الشعب الجزائري أن يعلم أن الآلاف من العائلات النازحة مشردة على الحدود الجزائرية مع أزواد ولم تتدخل أي منظمة إغاثية جزائرية إلى حد الآن لإغاثتهم ولم تتحرك السلطات إلى حد الآن لإيواءهم والتكفل بهم بالرغم من أن أغلبيتهم أطفال ونساء وشيوخ ومرضع ولم تنقل أي وسيلة إعلامية جزائرية ما يجري في أزواد من إبادة وتقتيل للشعب الأزوادي وحتى بالنسبة للاجئين لم تنقل أي وسيلة إعلامية جزائرية معاناتهم في الشريط الحدودي ببرج باج مختار وتيميوين وتين زواتين حيث تتكدس آلاف من الأسر في العراء وظروف كارثية صعبة وقاسية أيها الشعب الجزائري نحن إخوانكم في الدين واللغة والعرق والجغرافيا ليس لنا سند من غيركم ونعلم جيدا أن الشعب الجزائري لن يخضلنا ولن يتركن نواجه مصيرنا وحدنا ونأمل منكم مساعدتنا بكل ما استطعتم والحديث عن قضيتنا وترويجها في داخل الجزائر وخارجها ولا تنسوا مساعدة الشعب أزوال الذي أجبرته الحرب باللجوء إليكم لأنهم يرونكم إخوانهم والجزائر بالنسبة لهم وطنهم الثاني ومصيرهم من مصير الجزائر والتي يتمنون لها دائما الخير والتقدم والإزدهار لأن ذلك سيعود عليهم بالفائدة وليعلم الشعب الجزائري أن بعض الأطراف من أزوال التي قامت مؤخرا بأعمال سيئة نرفضها جملة وتفصيلا منها لقاء مع المدعو فرحات مهني في فرنسا لا تمثل شعب الأزوال البريء من تلك التجمعات المشبوهة والتي تواجد فيها أشخاص يسعون لتدمير الجزائر وتقسيمها وبالتالي تدمير أزوال أيضا لأن أزوال والجزائر وطن مشترك وبلد واحد وشعب واحد وعلى الذين يريدون الانتصار للقضية الأزوادية وجمع الدعم لها أن يترفعوا عن الاجتماع بالشخصيات المشبوهة والعنصرية لأن هدف تلك الشخصيات غير معروف وقد تسبب الضرر للقضية الأزوادية أكثر مما تخدمها وعلى هؤلاء أن يدركوا أن الشعب الأزوادي قد يتبرأ منهم شخصيا إذا ما استمروا في ذلك النهج أيها الشعب الجزائر يجب عليكم أن تعلموا أن النظام في الجزائر إذا لم يقم بواجبه اتجاه أزوال وشعبه ستأتي إلى أزوال جهات أخرى وقد تكون غربية وتقوم بزرع مخابراتها وقد تصل إلى زعزعة استقرار الجزائر وبالتالي تدمير المنطقة كلها وهذا لا يخفى على أحد ويجب أن تتفطنوا إلى ذلك قبل فوات الأوان والسلام عليكم إخوانكم من شعب أزواد الحر إذن هذه رسالة من إخواننا وهي واضحة فيها أيضا بقدر ما يذكرون بدعمهم للثورة الجزائرية باعتبارنا أنهم وإحنا وإيهم شعب واحد أننا شقة يجمعنا كل شيء ويعتبرون استقرار الجزائر مستقرارهم ويعتبرون أن الدعم الجزائر لهم واجب لأن هذا يحفظ الجزائر كما يحفظهمهم ويعتبرون أن تشرد وضياء آلاف من الأطفال والنساء والشيوغ في صحراء قاحلة وأيضا الجرائم اللي يقوم بها جيش مالي وفاغنر كله أمر مؤلم ومؤصف أن تشارك فيه هم يقولوا الجزائرية ليس الجزائرية العصابات خاصة المجرم شنغريحة مرتزق التعروس وأيضا نددوا لأن ظهر هاكذا وحد اللقاء على أساس أنه 2 أو 3 من الأزواد التقوا بهذا أنتع الماك نددوا بذلك تنديدة شديدا وقالوا أن هذا لا يعنينا وغير معنيين به وأن المقصود هو تكسير وتدمير العلاقة بيننا وبين الجزائر وهذا حق لأن الأسف الماك خدمته هو الهدف أنتعه هو تكسير الجزائر أصلا فأنا أجدد التحذير لهذه العصابات والتنبيه لإخواننا في كل مكان سواء في السلطة العسكرية والمدنية أو الشعب الجزائري عموما إياكم أن تساعدوا الأعداء على إخوانكم سيؤدي إلى تدمير إخوانكم وإلى تدميرنا لقدر الله والخطر أنا قلت عدة مرات الخطر سيأتينا من الشمال عبر الجنوب وجماعة فاغنر هم من الشمال جايين عبر الجنوب وغيرهم